زحمد الاهلي بقى الناحة التانية الاهلي مرحلة مش عايزة اقول انا قلت بمبارح او بمبارح انه لا مش في كارثة نفعش انه هو في ازمة كبيرة ممكن نقول انه في حالة مش متزنة ده الوصف اللي ممكن يكون صحيح عشان الاهلي مخسرش كل حاجة لسه حال الاهلي من وجهة نظرك التخبيط والتخبط واللقبطة والامور الفنية وانتقالات مدرب ولعبين وتفاصيل كثيرة منطقية ولا دي فيه شايف فيه بعض المبالغات بس هو فيه جزء مهم جدا لازم نقوله ان اللعيبة دي تأكلت من كتر تلاح والمواسم صح مع الاهلي ومع المنتخب في ثلاث مواسم ان معظم لعبت النادي الاهلي تلحب منتخب مصر تقريبا في تلتكلم من تمانية لعشرة لعيبة صحيح وبعدين اللعيبة شاور على لعيب كده استاذ كريم في الملعب في النادي الاهلي وقال لي ده ما تعورش كله انا بكلم على واحد ما فيش كله ومعظم الاصابات ضمة خلفية امامية حوض غضاريف كل الاصابات كده دي مشكلة احمال مشكلة جلسات استشفى حتى الراجل ريكاردو سوارش والتاني بقول له معك يا جماعة ما اقدرش اقيم ريكاردو سوارش ولا اقول ان هو عبقاري ولا ان هو ضعيف الراجل ما اقدرش ما اقدرش اقيمه حتى نهاية الدوري حتى لو خير الدوري كمان الموضوع صعب خسر الدوري خير الدوري ما اقدرش الومه راجل قالك جملة في منطقة الهامية قال يا جماعة وده رجل تداخل في حوالي عشرين يوم موجود في مصر تخلي الراجل بقولك انا ما برنتش اسبوع لانا بمرن يوم وبعمل استشفى يوم ومرن خفيف يوم والعب لا ليه انت عندك هو انت نهارده قعد بعلعيبة وقال لهم انا هلجأ لأسلوب جديد هلجأ لأسلوب النظري والجلسات الزهنية والفيديوهات اكتر من التدريبات بسبب الاجهاد البدن الكبير بدأ يحفظ نظري علشان يشتغل معاهم بشكل مختلف ويعمل تمرينة وعنده ماتش بكرة ولسه بعد كده عنده ماتش بعدي فكل تلات ايام ماتش اللي هو يعني بترايح مفروض يعني بترايح بترايحش بتعمل جلسات ستشفى فبدأ يشتغل على هذا الامر الاصابات الكتير في الاهلي بقت شيء صعب احنا بديكلم مثلا دلوقتي في خمس ستة لعيبة موسمة منتهى سلية على حسين الشحات في لعيبة كتير جدا سلية وحسين الشحات دول خلاص الاصابات واكرم مش يخش دلوقتي ولا عمار حمدي ولا محمد شريف موسمة منتهى كلها اصابات عضلية بس ستناه طبعا انا اكرم وعمار دول حاجة قضرية اللي هي الاصابات الصبيبي انما بقيت الاصابات كلها اصابات عضلية راح تسترد بعض العيبة رجالة كل اسم كسوني اعتقد برسيتاو بدأ يخش طهر محمد طهر جاي لكن في النهاية كلها اصابات مشكلة في العضلة الخلفية فدي مشكلة كبيرة جدا قدت لجزء من تزلزب نتائج الاعلي ايه ده بطن الى التغيير موسيماني لديه اخطاق بالطبع مش مداريب عندهش اخطاق لسه نتكلم عن فريرة ونرغب من مايوس كان ان هو عبقاري لكن قال لك اللي عندي اخطاق حصل واحد اتلتلاتة لكن انا لازم احسي بحسبتي الراجل دل هو مش النهاردة ضرر الماشي ايه ولو قاعد الاستفادة قد ايه طبعا ممكن جدا كنت تتعدي لبعض الامور عايز تجيب له مداريب عين ماشي او عايز تجيب له اضافات للجهاز ماشي عايز تغيره مداريب احمال ماشي لكن في النهاية ماشي ودلوقتي انت ظلمت نفسك وظلمت اللي جاي طيب اقول لك حاجة بعد اذنك لانه لما ماشي موسيماني هو تصور او قرى المشهد ان موسيماني ممكن ما ينجحش لنهاية الموسم مثلا مش هقول ان هو مش شاكبه عشان القرار الاسمي ان موسيماني هو اللي خد قرار المشاين بس يعني هوا ما اتفقوش نقول ان هوا ما اتفقوش وما اكملش جاب الصوارش وهو عارف انه قالك ايه انا عجيب صوارش نجح نجح ما نجحش موقعك احنا كنا متصويرين ان موسيماني مش هينجح انت محتاج تقول للجمهور وتقول اللي لعيبتك والجهاز الفني اجماعة دي مرحلة انتقالية ما انه الراجل دوت مش مطالب انه يكسب الدوري اللعيبة دي بالحالة اللي هي فيها مش مطالبة تكسب الدوري يمكن لما ترفع الضغط ده يكسبه وينجحه لكن هون مش كده انه محدش قالي الكلام ده هو لا حد يقول خليك واضح برشلونة عمل كده السنة اللي فاتت برشلونة كان عنده ظروف معينة لكن انت بادئ الدوري كنت انت المتصدر وكنت انت المشي كويس حتى نهاية الدور الاول يعني حتى دخلت مع مد دور الاوطال كنت انت المتصدر الدوري فالتراجع والتراهل في المباريات الاهلي فقط حوالي اكتر من 20 بنت ورغم انه هو مثلا في المواجهات المباشرة مع الناديين اللي هم اصادوا هم تفوق على الزمالك كسب الزمالك في الماتش وتعادل معه في المباراة وكسب بيرامدز بماتش وخسر الماتش تاني حتى لو انت بصيت على المباراتين الاهلي كسبان 3-0 وخسران 2-0 يعني حتى لو انت طبقت مبدأ المواجهات المباشرة الاهلي افضل من بيرامدز وافضل من الزمالك لكن هو ددوي يعني النقاط هي دي المشكلة الاهلي خسر الدوري السنة الفاتت وبرضه كسبان الزمالك في الماتش ومتعادل معه في الماتش التاني لكنه في النهاية خسر اللقب وقدام يعني مثلا عنديها صنعة الفارق يعني مرح ماتش الجنة كان نقطة فارقة ليه؟ لان الجنة السنة الفاتت ضيع برضه او جزء من ضيع الدوري على الاهلي صح ذهابا وقيابا الماتش انتهى بالتعادل فدول 4 نقاط ضيعين حتى في الدور الاول السنة دي برضه ضيع من اهلي نقطة طيب عشان انا فاضل معايا دي اواحدة بس سؤالي الاخير ليه؟ بيرامدز ممكن ياخد دوري؟ او وارد طبعا وعشان كده هم متحمسين جدا انهم يجيبوا حكام اجانب انت خلي بقى لك انت بيرامدز لو كسب الزمالك هيبقى الفارق نقطة واحدة وهيبقى قدامك تمام ماتشات الاهلي ملوة وحزوزه كبيرة لانه لو كسب ماتشاته كلها هل يبقى تلات نقاط اذا الزمالك كسب ماتشاته صحيح فانا اترك على فكرة السراع هنظل محتدم واللي هيقدر يتعامل مع التمن ماتشات اللي جاية بالنسبة للبقين الاهلي عشرة ويقدر ان هو يتلفى الاجهاد هو اللي هيقدر ياخد الدور